تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام وقالت الأمم المتحدة في بيان لها إن موضوع اليوم العالمي للغة العربية لهذا العام هو اللغة العربية والتواصل الحضاري ويعتبر بمثابة نداء للتجديد مجددا على الدور الهام الذي تؤديه اللغة العربية في مد جسور التواصل بين الناس في مجالات الثقافة والعلم والأدب أي تحديات تواجه اللغة العربية اليوم وما المطلوب لتطويرها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دكتور سعيد يقطين دكتور يقطين مساء الخير مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار نتحدث عن اليوم العالمي للغة العربية الذي حددته الأمم المتحدة بداية أهمية أن يكون هناك يوم عالمي بهذا المستوى للغة العربية هل هو مسألة رمزية فقط أم يمكن أن يكون لها أهمية ملموسة شكرا جزيلا أنا أعتبر الاحتفال اليوم العالمي للغة العربية له بوع برمزي من جهة لأنه يقر بواقع هذه اللغة في التاريخ وبدورها الذي لعبته في التواصل بين الحضارات وبين الشعوب إلى جانب خصوصيتها لذلك فالاحتفال بها أعتبر أنه يعبر تعبيرا بقيقا عن تطور الذي عرفته عليه اللغة عن المكانة التي صارت تحتلها على الصعيد العربي فهي لغة متطورة لغة القرآن الكريم لغة التاريخ ساهمت فيها العديد من الأمم والشعوب ولذلك فإلى جانب البعد الرمزي هناك بعد واقعي تتمتع به اللغة العربية في عالم اليوم الذي نجد فيه الكثير من الجامعات العالمية تتضمن شعبا للغة العربية وتقدم عليها لأن لها دورا كبيرا جدا بربط الماضي بالحاضر والمستقبل ربط الماضي بالحاضر مسألة مهمة دكتور يقطين شعار هذا العام هو اللغة العربية والتواصل الحضاري كما أشارت حضرتك الكل يعلم أن اللغة العربية لعبت أدوار مهمة على مدى التاريخ في التواصل بين الحضارات في مسألة نقل التراجم وكل هذه الأمور نقل العلوم بين الحضارات المختلفة ولكن نتحدث الآن عن واقع اللغة العربية اليوم وربما استشراف مستقبل هذه اللغة هل ترى أن اللغة العربية اليوم تتعرض لتهديدات في خطر بشكل من الأشكال؟ أنا مطمئن ومتفائل جدا بالنسبة لواقع اللغة العربية ومستقبلها لسبب بسيط هو أن هذه اللغة مرت في تاريخها بالكثير من الإكراهات والمشاكل والعراق التي تحول دون تطور ولكنها وصلت تطورا لأنها كانت تعبيرا عن الإنسان بصفة عامة عن الخضارة عن التاريخ المشترك الذي يربط بين الذين يتحدثون للغة العربية والذين يقدمون عليها بالنسبة للمشاكل للغة العربية أعتبروا أن جزءا كبيرا منها يتصل الآن بالواقع الذي أعرفته وسائل التواصل الاجتماعي التي ساهمت في خلق لغة جديدة أو لغات جديدة وهذه اللغات صار لها تأثير ليس فقط على اللغة العربية ولكن على اللغات العالمية لأننا صارنا الوسيط الجديد فرض لغتين جديدة لذلك فهذا الإكراه يبدو لأنه من السهولة بما كان تجاوزه لأنني أرى أن اللغة العربية الآن صارت تفرد نفسها على الداريجات العربية عكس ما كان سابقا وصار المواطن العربي بسبب التطور الذي عرفته وسائل الإعلام صار المواطن العربي العادي الذي ليست له تقافة والذي لم يدخل المدرسة قادرا على التفاعل مع هذه اللغة والتواصل بما عرفته من التطور على مستوى بنياتها على مستوى مصطلحاتها إلى آخر فنعتبر هذا جنب إيجابي ولكن الجانب السلبي هو استعمال لغة هاجينة ليست عربية وليست دارجة في الإشعارات في وسائل الإعلام السمعية البصرية وكذلك اللوحات التي تكتبوا في الشارع والتي نجد فيها لغة لا تراعي الإملاء العربي لذلك فأنا أتصدر أن هذه نقطة لافتة دكتور يقطين هناك اليوم لغة جديدة كما وصفتها هاجينة لا علاقة لها باللغة الفصحة الكلاسيكية التي نعرفها ولكن البعض يقول هذا تطور طبيعي للغة الآن اللغة تأخذ منحة عملي ملحة يعني يساعد في تسهيل استخدامها بين الناس وبين خاصة الجيل الشاب هل برأيك هذه مسألة سلبية أم إيجابية إلى حد ما اللغة هي فعلا أداة للتواصل تطورها رهين بتطور المجتمع ولكن هذه اللغة لها قواعد لها طريقة في الكتابة على الأقل نحافظ عليها لكي لا يستمر التواصل بواسطة يعني الآن مثلا أجد بعض الإعلانات في الشارع لا أستطيع قراءتها لأنها إما الجهة تكتب بحروف عربية وملاقها غير دقيق أو أنها تكتب بحروف لاتينية إذن هذا مشكل حقيقي يعني لا يساعد على التواصل حتى وإننا نستخدم وسائط جديدة لها غاية وهي حقيق التواصل لذلك فأنا لست محافظا إلى الدرجة التي نقول علينا أن نتحدث اللغة العربية الفصحة كما كان يتكنم بالناس القدامى العربية تطورت صارت لغة سليسة مارينة يتحدث بها حتى المواطن العادي ولكن خلق جسور للتواصل بها ضمان إملاء دقيق لها استعمال مفردات بالعربية بكيفيتين يعني كما هي موجودة في الواقع وأرى أن المدرسة والتربية والإعلام كل هذه المكونات الثلاثة تلعب دورا كبيرا جدا في إعطاء اللغة مكانتها ليس فقط بين العرب ولكن حتى للتواصل بين الأجانب الأجانب مثلا الذين يدرسوا اللغة العربية يصعب عليهم أن يفهموا اللهجات المحلية هذا الفرق دكتور يقطين بين اللغة الكلاسيكية اللغة العربية الفصحة واللهجات المحكية الدارجة هل يشكل تهديد على اللغة العربية الفصحة برأيك؟ لا أبدا اللغة العربية أنا لا أسميها الفصحة أو أسميها الكتابية لغة الكتابات لها ضوابط تطورت لغة الاستعمال الآن كما سجلت قبيل قليل صارت الآن تستفيد من اللغة العربية الفصحة أنا الآن عندما أشاهد مثلا بعض الرقورتاجات أو بعض الحوار مع مواطنين عادي اللي لم يدخلوا مدرسة أجدهم يتحدثون وكأنهم دخلوا المدرسة ويعرفون اللغة العربية وقواعدها صحيح ليس بطريقة الإمكانية تحدث بها متعلم ولكن الآن دارجة العربية المغربية تحدثت عنها بصورة خاصة صارت متطورة جدا وسائل التواصل تؤكد لنا ذلك بجلاء استخدام التعبيرات دكتور يقطين استخدام التعبيرات الأجنبية في بعض الحالات هل ترى ذلك مسألة سلبية أم إيجابية أنت استخدمت عدد من التعبيرات في كلامك الآن ذكرت ريبورتاجات ذكرت أكثر من كلمة هل هذه مسألة سلبية أم ضرورية لا هو أي لغة تغتني بما يتقدم إليها من اللغات الأخرى فمثلا استعملت ريبورتاجات لأنها لغة متدولة صحيح من الإعلام العربي كل دولة تستعملها بعض يقول تقرير بعض يقول ولذلك فأنا استعملت فقط هذا واستعمال اللغات المصطلحة البعربة يعني موجودة في اللغة العربية حتى القديمة ونحن مثلا في الدراسات الأدبية في الدراسات الفلسفية نستعملها وتصبح جزءا من بنية اللغة العربية وقاموزها إذن برأيك دكتور يقطين لا خوف على اللغة العربية في الفترة القادمة أنا لا أخاف عليها وكنت دائما يعني أنا أقول شيئان لا يمكن أن نخاف عليهما وكل ما نقوله بصددهما فيه مبالغ الإسلام واللغة العربية عدد المسلمين الآن أكثر من عدد المسلمين في أي طرف التاريخ الذين يتحدثون اللغة العربية الآن أكثر من الذين تحدثوا اللغة العربية في كل التاريخ ما يبقصنا هو تطوير تعليمنا تطوير جامعاتنا تطوير علومنا المتصلة بهذه اللغة ليجعلها مرتبطة بالعصر وبالنظريات الخديدة شكرا جزيلا لك دكتور سعيد يقطين البحث في السرديات الأدبية كان معنا مباشرة من الرباط لخصة شكرا